على بعد نحو 100 كم من الحدود البولندية مع جيب كالينينجراد الروسي على بحر البلطيق جهز تسع دول أعضاف في الناتو معدات برمائية هذه الدول تجري مناورة أطلقت عليها اسم المدافع الصامد 2024 تشمل عبور نهر فيستولا في الريف البولندية الشمالي وتهدف إلى اختبار استعداد الحلف ضد أعداء محتملين مثل روسيا في المقابل يحذر الكريملين من نوايا دول في الناتو إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا ويقول أن ذلك سيعني الانخراط في حرب مباشرة مع روسيا لا طالما حارس حلف الناتو على تسليح بولندا وتعزيز قوتها العسكرية باعتبارها خط دفاعه الأول أمام روسيا فما الأهمية التي تمثلها وارسو بنسبة لحلف شمال الأطلسي نتابع أهم فوائد عضوية بولندا في حلف شمال الأطلسي هي زيادة أمن البلاد في وجه الجارة روسيا التي يخشى الأوروبيون ودول الناتو من شن هجوم محتمل على وارسو أدى اندمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي إلى الحاجة لتكييف القوات المسلحة البولندية مع معايير حلف شمال الأطلسي من التحديث الفني والانتقال من قوات عسكرية تعتمد على التجنيد الإجباري إلى قوة مكونة بالكامل من المتطوعين إضافة إلى الإصلاح الشامل لنظام القيادة ترتبط عضوية بولندا في الحلف بدفع ثمن الاشتراكات في ميزانيات الناتو العسكرية والمدنية والبرنامج الاستثماري في البنية التحتية طوال فترة عضوية بولندا في حلف شمال الأطلسي سعت وارسو إلى الحفاظ على قدرة الناتو لتنفيذ مهمته بالدفاع الإقليمي عن الدول الأعضاء كما أن بولندا هي أحد المشاركين في قوة الإنذار المبكر والتحكم الجوي منذ عام 2007 حيث توفر طائرات أواكس القدرة على المراقبة والإنذار المبكر أثناء العمليات العسكرية أعلنت الرئاسة الروسية أن موسكو لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقاتل موسكو في أوكرانيا بالذكر! أنت تقترف ب husbandsن res sorry ولدينا سنonyات كانت الن subscribers On تقترف بحثächات العربية العربية هي الحواوية هذا فلحه انهم سنãy segروا على قدره انهم سنوات رق promin Peng Bugün أحد المتحدث فمغر Jon لهم تن dóndeنام صلاح ون لا نجست معدرا ون هم broadly mobile بعد إذا كان هناك أمريكي ساملتين مركزيزيز يوميانين لا أعزق أننا أعزقيني ويوميينين سيقومون بجميع ساملتين مركزيزيز ويسرح الوصف في الشعن الروسي أكد الرئيس Владимир Путين أن بلاده تبدو جهدها من أجل رفع مستوى السلام في المنشآت النووية الرئيس الروسي علان خلال لقائه مع المدير العام للوكالة رفاق روسي أن الحفاظ على السلامة في المنشآت النووية أمر مهم بهدف ضمان السلامة والامتثال لمعايير السلامة للطاقة النووية في العالم من جهته قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الضرية رفاي جروسي أن الوقت مليء بالتحديات وذلك عقب محادثات متوطرة بشأن السلامة في محطة زفاروجيا للطاقة النووية مع مسؤولين روس نستمع أتمنى أن هذه هي محطة المتحدة ومحطة المتحدة سوف نتحدث عن ذلك